كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن جمع مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة سيتم اكتمالها بحلول شهر مارس القادم وفي هذا الإطار كشف رئيس الوزراء أنه مع اكتمال المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة ستغطي مشروعات محطة الصرف الصحي محافظة المينيا بنسبة 100% جزء الثاني هو اللي احنا شفناه مع بعض في مركز مغاغة محطة الصرف الصحي يعني هناك في القرية برتباط والقرية دي خلينا نتكلم بس المحطة دي بتخدم 300 ألف نسمة في 17 قرية ما كانش عندهم صرف الصحي قبل كده النهاردة بس أنا حدي لحضراتكم رقم عشان تبقى بوضوح في 2014 كان حجم تغطية خدمة الصرف الصحي في المينيا في المناطق الريفية والقرى لا يتجاوز العشرة في المية عشرة في المية فقط الدولة اشتغلت قبل حياة كريمة ضعفنا الرقم ده بقينا عشرين في المية إنما اللي احنا زي إذا كنت حركوا مركزتوا معايا مع انتهاء مشروعات المرحلة الأولى فقط من حياة كريمة حتخلص كل مشروعات الصرف الصحي بتاعت حياة كريمة بنهاية شهر ثلاثة القادم حترتفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في المينيا إلى ستين في المية من عشرة في المية دي ستين في المية في عشر سنوات يعني أنا بس بتوقف عند هذه الأرقام وإن شاء الله مع اكتمال المرحلة التانية والتالتة من حياة كريمة المينيا حتكون متغطية بنسبة 100% صرف الصحي